اخواني و أخواتي قبل أن نمضي و ننتهي فقط أحب أن أركز و أن أؤكد على نقطة مهمة ذكرتها في الخطبة و لم أقف عندها طويلاً حين تتحقق أنت أنت بالإيمان الحق كما يريده الله حين توقّر الله وتقدره حق قدره لا إلا أنه وتعيش بهذا وتعيش هذا وتعيش به ضمانة ضمانة أنك ستفهم أموراً كثيرة غير مفهومة الآن و غير واضحة حتى لكبار العلماء والمشاعر غير مفهومة حين يكون صديقي مع أنفسكم غير مفهومة ستصبح مفهومة لك تعرف لماذا؟ من خلال تجربتك الفردية الروحية الذاتية سترى كيف تعمل العدالة الإلهية ما رأيك؟ والله العظيم وسترى كل شيء في مكانه أحياناً أحياناً هذا كان يقض المضاجع يا إخواني كان يدير الرؤوس ترى شخصاً صلياً صائماً طيباً يبتلى ببليد عظيمة يحترق بيته ويحترق ثلاثة من أبنائي وكذا أمام عينيه المسكين أنت تبدأ تتساءل لماذا يا رب؟ طبعاً في نوع من التساؤل الداخلي وفي الأمن بينغوسين هو ليس تساؤل اعتراض هو ليش يا رب؟ طب هذا في الصفوف الأولى هذا إنسان طيب هذا كذا هذا كذا ممكن ممكن في يوم الأيام تسمع كيف هذا الرجل أكل حقوق أيتام كيف ضحك على أرملة وباعها زيارته والتي تسوى سبعة تلاف بسبعة تاشر ألف يورو أنا أحكي لكم عن وقائعها انتبه هذا هو هذا هو هذا وكيف لما أكل أموالها المسكينة إيش ابنها واضطر أن يترك المدرسة اللي كان فيها ويعمل لكي يعيل دمرت عائلة أنت دمرت مستقبل أناس بالكامل يا بلحي يا بصف أول يا غشاش والناس مغشوشون طيب غلبان والتحي لا تعرف هذا جزء لسه بعض هؤلاء تسمع بعد ذلك كيف أنه كان والعياذ بالله والله يقشعر البدن أقصب بالله قبل أن أقول هذا الشيء كيف كان يأتي بنته والله العظيم أحكي لكم حسبي الله أنا وكيل إمام مسجد طبعا أحكي تعرفون لماذا أحكي هيك لأنه فوضح أصلا وهو في بلد غريب هنا فوضحك في التلفزيون أجهة وفي الجرائد ولفرطي لفرطي ماذا أقول شقاوته والعياذ بالله نعوذ بالله من الشقاوة من الخذان حين في التلفزيون في لقاء قال له ما هذا أنت رجل دين وأنت في الصف الأول وكذا قال أنا أحق بها أستغفر الله بابنته يتحدث عن ابنته أي دين هذا عراف أي رب عبد نفسي أفهم نفسي أفهم نفسي أشق عن دماغ هذا الإنسان الفاسد الردي جدا وأرى إلى الصورة المعتقدية التي كان ينطوي عليها لله كيف هو ينظر إلى الله ثم تتساءل لما وقعت المصيبة لفلان أنت لا تعرف كل شيء وتقيص بنفسك خذها مني من أخيكم الصغير أو الكبير كما تحبون حين تستقيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما عن غدق قال لا لا القرآن أبدا لا يكذب ولا يلتوي نحن الذين نلتوي في تجاربنا وبأخدوعاتنا نعيش أخاديع فقط حين تعيش الحقائق يلوح لك وجه الحقيقة بس انتهى عش حقيقة الإيمان سترى الحقيقة أمامك بإذن الله تعالى وستملخ جذور الاعتراض عن سعدك تسليم لأن من تجليات الإيمان تسليم كامل ورضا بما قضى الله وقدر لا إله إلا هو لأن كل شيء في مكانه فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أنت بتشوفوا بصلي بتعرفش إيش بيسوي هذا في الليل وفي الخبايا وفي السر بتشوفوا أنت مش أنت اللي بتحكم عليه عشانك ما تحكمش على حدا من الناس لا صالح ولا طالح دع الخلقة للخالق دع الخلقة للخالق يمكن هذا الطالح المسكي لو كنت مكانه وأنت في ظروفي تكون أسوأ منه صحيح؟ وأردع منه فسال الله له العافية وسال الله له الصلاح والانصلاح وسال الله لنفسك اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وكلماتك التمى ألا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آت نفوسنا تقواها زكّها أنت خير من زكّاها أنت وليّها ومولاها نعوذ بالله من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا تُسمع ونعوذ بك من عمل لا يُرفع ومن الجوع فإنه بئسة ضجيع ومن خيانة فإنها بئسة البطانة اللهم أدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن تولّيت اكفّن ما أهمّنا يا مولانا من أمر دنيانا وأمر أخرانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفّنا وأنت راضٍ عنا بحقّ لا إله إلا الله محمّد رسول الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكّرون فستذكّرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد وأقم الصلاة ترجمة نانسي قنقر